هناك مقالة كتبها الكاتب المصري أسامة أنور عكاشة موجودة على الانترنت ارجعوا لها الليلة إذا كان عندكم وقت ادخلوا على الانترنت واكتبوا أسامة أنور عكاشة أمهات الصحابة مقالة مفصلة في آخر أيام حياته توفي قبل فترة ليست بعيدة كاتب مصر معروف ربما يعرفه الكثير منكم أكثر المسلسلات المصرية أكثر الدرامة المصرية هو يكتبها قصاص روائي أديب مثقف من الطراز الأول مطلع على التأريخ وعلى الأدب في هذه المقالة جمع معلومات وكل هذه المعلومات موجودة في كتبهم وأنا أقول لكم هذه المعلومات قليلة هناك الكثير من المعلومات لم يذكرها أسامة أنور عكاشة لا أدري ليس مطلعا عليها أو خوفا من ذكرها وإلا هناك تفاصيل أخرى كثيرة يتحدث فيها عن عوائل الجيل الأول الذين حكموا المسلمين وعن خصة أنسابهم وعن ولاداتهم غير الشرعية وكل هذا مذكور في كتب القوم لذلك ستجدون حملة شعواء عليه إذا دخلتم إلى الإنترنت بسبب هذه المقالة أنا أقول هذه المقالة ما عندي وقت وإلا لفصلت الكلام الموجود في هذه المقالة وفي غيرها لأن كتب القوم مشحونة هذه الزيارات حينما نقرأ في زيارة سيد الشهداء وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة هذه الأوصاف هذا تعريض تعريض بأولئك إشارة إلى أن القوم لا يملكون هذه الأوصاف